الخبر الأول الذي عدنا عن نهاية المشكلة مع النارين بيوتو غيرت مروان و رجعوا أصدقاء فبعما شاء الله الفلول من بعض الحساباتهم بالإنستغرام وصار محد يحتيوية الثانية بعد يومين بس الحمد لله رجعوا أصدقاء ورجعوا الفلول من بعض الحساباتهم بالإنستغرام الحمد لله أنه رجعوا للبعض وإن شاء الله مصد الخلاف بيناتهم وكتبنا يا حبيب الكوميتان شو توقعون سبب الخلاف اللي تصار بيناتهم وبار كلهم على الصلح الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأات اليوتيوبر فأول اليوتيوبر عدنا هي نارين بيوتو فالنار بيوتو نزفت على سبب الإنستغرام وهذا الستوري والذي كان بواحد من المتابعين قاعد يسألها وانوش وقتنا ويتنزلين مقطع على القناة وش الألعاب فترد عليه إن شاء الله باشرة أو عقبة فترد عليه إن شاء الله باشرة أو عقبة أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو طارق الباشرة ومملكة الخصص والفيديو كليبي يا حبايب اللي ينحذف من عدنا بسبب نورستار الحمد لله حاليا رجع فبالنسبة للأخص الى الان ما شافوا الكليب يروحوا نشوفوه بالوصف وفوجدروني بالكومنتات وبالاشتراكات وكتبوني تقريبكم للكليب بالكومنتات الخبر الرابع اللي عدى أن تهجوم متابعين نارين بيوتوتي على نورستار في نورستار نزفت على حسبها بالإنستغرام وهذا البوست اللي كان به هذا الفيديو وفعلي كل الكومنتات اللي جديه كانت هدومون عليها من جمهون نارين بيوتوتي اللي كتبوا عليها جيش نارين بيوتوتي ولي كتبوا دموع التواسيح ودموع حقيين ومن هذا الكلام يتمسخرون عليها فطبع كل سبب هات تهجوم بسبب المشكلة اللي صارت بينها وبن نارين بيوتوتي فاكتبوا نحبها بالكومنتات هل تستعقد تهجوم اللي تعرضت له او لا الخبر الخامس اللي عدنا عن فضيحات انس الشايب والفيديو زا 18 اللي انتشر له فطرق الباشر ننزل المقطع على القناة باليوتيوب وبهذا المقطع عرض بي هذا الفيديو زا 18 طارد بيها على السارة تيوب وغيرها من الكلام رطوكم روط المقطع بالوصف روح وشوفوا المقطع مالتو وشوفوا الرد مالتو وشوفوا الفضيحة وبس كتابلوا بالكومنتات باعتها شو ريكم باللي شيفتوه الخبر السادس اللي عده على المتابعين وكشفهم الحقيقة الأصابة بدوا رخفوهم ناسم يا رمار من الكومنتات لعدهم او من نساء السببب فصراحة ما ادريه ولكن امكانكم شي صارت بناتهم او باللسمن اللي دليلين وطقوا رقمتها نزلوا ونزلوا ونزلوا بيها التعليقات ونكتبهم يا رمار بعد روح على الكلمة الأحدث اولى على مدفع تعليق وتعليق الأشخاص لعبق وراية بعد من فهم زين نرحوا غيرها سابع وشوفوا اللي تلعق على الناس او لا بعمل نحسون ونزلوا بيها التعليقات ونرح على الكلمة الأحدث اولا رح نشوفوا انه تعليقه مظهر وانه ما تلاخده أشخاص ثانيا ظاهر فاكتبونا حباب بالكومنتات شرقوا بهذا الخبر بحركة اخفاهم الاسم يا رمار من الكومنتات اللي عادهم وشون تتوقعون سبب الضبط الخبر السابع اللي عادنا عن زواج ناريني بيوتي في ناريني بيوتي نزلت على حساب بابلا انستجرام وهذا الستوري طبيه واحد المتابعين يستلاش وكتنا ويتتزوجين وترد عليه انه نو لستبكير وبالاستوري اللي بعده واحد سلاش قد وزدك وطولك وترد عليه انه طولها 160 ووزنها 50 ووصلنا إلى صنات المقطع حبايب مقطع طارق باشا بالوصف ولا تنسوا الفيديو كليب تروح تشوفوه تفجروا بالكومنتات حاولنا نطلع ترندين اخر فرصة لنا وبس جانا كوفيزي مخادمة القصص ومع السلامة